قوله رحمه الله الواسعة الغزيرة هذا ذكر وصفين لنعمه السعة وهذا في الكيف والغزيرة وهذا في الكم فهي غزيرة كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وواسعة هذا في الكيف أنها شاملة سابغة كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فنعم الله التي أنعم بها على كل فرد منا على هذا النحو والوصف نعم واسعة ونعم غزيرة